خلينا نشوف الطاقة تبعة برج القوس كيف حتكون شو مركز تفكيرهم هاي الفترة محور تفكيرهم أفعالهم الطاقة بشكل عام لبرج القوس برج القوس من الأبراج الناجحة جدا بالحياة طلع لك نفس الكرت قبل شوي رح يكون شهر عاطفي بامتياز خلينا نقول ممكن يدخل شخص جديد لحياتك يشرق لك قلبك أو في معجب معين إلو فترة عم بيحاول معك أنت عم تعطي الفرصة هاي الفترة ممكن يكون هذا الشخص أصلا قديم ويرجع يقدم لك كاس الحب من جديد فرح تكون اهتماماتك أكتر إشي هاي الفترة في الأمور العاطفية أو طاقتك رح تكون مركزة على الأمور العاطفية خلينا نشوف إزا بهاي الفترة شو ممكن الورق يكون نخبيلنا لبرج القوس إن شاء الله تكون ورق إيجابي نبرج القوس بستهله كل الأبراج بستهل طبعا نبرج القوس بستهله كل الأبراج بستهل طبعا واو في قرار يا برج القوس لكن كتير مأجله بتوقع إنه على الصعيد العملي وحتى ممكن يكون على الصعيد العاطفي ولكن رح تاخده في هاي الفترة خليني أذكر الطاقات قبل ما أنسى في عندنا برج الأسد برج التور برج الحمل ممكن يكون ميزان هذا البرج كمان في عندك هوائية طاقات هوائية طاقات هوائية كتيرة في عندك أكتر إشي وفي ترابية في مائية فهذا بشكل عام القراءة ممكن تكون عكسية حبايب إذا كانت عاطفية وهي عامة بالعموم يعني ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك فعادي جدا هاي مو قراءة خاصة قراءة عامة شايفتلك أمنت لشخص يعني كتير 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 بالفترة الماضية وهذا الشخص ما كان قد الثقة هذا الشخص خلينا نقول مش غدر فيك لا ما كان قد الثقة مش لهالدرجة أنه غدر فيك يعني ما بتوقع أنه غدر ولكن ما كان قد هاي الطموحات اللي أنت كنت بانيها عليه شايفك من بعد ما أعطيته كتير أهمية وكتير كذا شايفك لا أخذت خطوة لورا بعد هيك أو عم تاخد خطوة لورا عم بتراقب الأمور من بعيد وهذا إشي كتير عقلاني إشي كتير ممتاز عم بتقيم الأمور بعيدا عن القلب والعواطف عم بتكون بتشغل قلبك وعقلك هاي الفترة مع بعض عم بشوف أحيانا بتكون عندك طاقات سلبية مثل حسد عم بتكون العين عليك كتير يا برج القوس أنت بتراقبه والله وهو براقبك فيه شخص ممكن يكون في العمل أو في العاطفة أنت بتراقبه وهو براقبك أنت بتهتم لشأنه وهو بيهتم لشأنك فيه مراقبة ما بين المواضيع فيه محكمة معينة رح تكون النتيجة فيها لصالحك أنت أكتر شايفك فيه عندك كارمة أو فيه عندك انتصار من بعد معركة مع هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في العمل وممكن يكون في العاطفة شايفيت لك أنه رح يكون فيه رجوع لحق رجوع حق لإلك من بعد هاي المقاصمة أو من بعد ما اتاخذ فيه حق منك فيه عندك كمان غير موضوع الكارمة وفي عندك رزقة معينة جاية من شغل جديد من مشروع جديد ممكن تكون من نفس العمل اللي أنت فيه لأنه شايفيتك عم بتركز شوي كمان على المادة هاي الفترة عم بتحاول تحوش عم بتحاول بدك إما تشتري مسكن إما تعمل شي مفيد أكتر عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل من بعد فترة ما كنت كتير عم تهتم بالعاطفة أكتر من العمل عم بتشوفك كتير عم بتتوازن بين الأمور بتوازن بينها شايفيت لك فيه شخصين أو ثلاث عم بنقولوا لك كلام مش مزبوط عم بيحكوا لك شغلات مش مزبوطة أو هم عم بيحسدوك يمكن أو عم بيحكوا عليك كمان بشكل مش مزبوط وممكن يكونوا من أبراج هوائية أو ترابية فكون حذر من هدول الأشخاص كمان هذا الكارت ممكن أشوفه أنا عاطفي خاصة إنه هذا إجي فوق فيه شخص بيرأبك فيه شخص بيحبك كتير ولكن ما عم بيظهر هذا الموضوع ولكن قريبا رح يجي ويقدم لك كاس الحب خلينا نقول أو العواطف اللي كنت استناها منه ولكن وقتها رح تكون أنت شوي مسكر قلبك شوي يمكن ترفض هذا الموضوع أنا حاسة فمش عارفة حاسيتك مش مرتاح لهذا الشخص أو لرجوع هذا الشخص أو لوجوده حتى في حياتك خلينا ننسح كمان على العاطفة شفت كمان بالورق فيه سفر فيه سفرات مش سفر لبرج القوس وفيه نجاح على الصعيد العملي في الدراسة اكتر اشي في نتائج حلوة بالدراسة لبرج العقرب لبرج القوس اسفر في اول فترة ممكن تكون شوي حزين ممكن شوي تكون شهر عاطفي بامتياز شو شو طلع لك يعني احلى من هيك ورا ما بتوقع انه يجي عم بيكون فيه اكتر خلينا نقول مشاعر بتزداد قوة بينك وبين الشريك فيه امور ما كنت تعرفها هو رح يصار حك فيها مش انه كان يخفيها ولكن كان مستحيح يمكن يحكي لك اياها او كزا بس الشمس رح رح تشرق على علاقتكم شايفيتك منتصر في هذا الموضوع وكأنه مش انت اللي رح تعمل الاكشنز مش انت اللي رح تشتغل من بعد ما شتغلت كتير على هاي العلاقة خلاص تعبت ووقفت فشايفي انه الطرف الثاني هو اللي رح يشتغل على الموضوع اكتر شايفي فيه طرف ثالث عم بتفرج من بعيد لكن مش عاجبه الموضوع والسعادة اللي بناتكم فشايفيتك ببداية الفترة شوي كنت مكتئب ولكن على مر يعني مع الوقت في هذا الشهر اللي ذكرنا هاي الفترة عم تتحسن الامور النفسية عم بتحس انك متملك الشريك وفعلا رح يكون بين ايديك وهذا الكرت ممكن يكون على فكرة مشكلة عندك بتشاكرات او مشكلة يعني طاقة سلبية ممكن انت تكون مش حاس عليها او مش عارف انه عندك اه طاقة سلبية يعني اتشيك اه تستشفي ازا كان موجود هذا الموضوع اه عم بشوفك ازا منتصر في العلاقة العاطفية وفي بداية جديدة للعزة بداية حلوة ممكن تكون من شخص اه برجه ترابي او ناري شخص عم بيقرب شوي شوي منكم فحلو انه تعطوه فرصة هاي الفترة شوف العقل الباطن لالكم شو هاي الفترة رح تكونوا مركزين على شو اكتر شي محور تفكيركم او الامور اللي شغل بالكم اه اكتر شي الموضوع العاطفي شايف انه رح يصير فيه متل تلاحم اه بينك وبين اه هذا الشخص اه في هاي الفترة اه عم تحكي له شغلات ما كنت يحكي له اياها هو عم يحكي لك شغلات ما كان عم يحكي لك اياها فعم بشوف تقارب عم بشوف اه متل اصلاح للموضوع متل اه تطور فشي كتير عم بشوفه حلو هو عم بحاول يتقيم تلكك من بعد ما خسرك او من بعد ما خاف انه يخسرك فكرت حلو شوف اذا فيش تحذيرات لبرج القوس هاي الفترة اه طي ما قلتلك في عندك طاقات سلبية انت محتاج انه تنظفها بحالك اه ممكن تكون حسد عين سحر ما بعرف اي شي بس اه شايفتك عم عم بتكون على خير هاي الموضوع هاي الفترة عم بتحاولوا عم هاي المحاولات عم بتجيب نتيجة اه ايجابية فهذا التحذير كان اه بالنسبة لالك نشوف شو ممكن يعطينا مصيحة او بشارة او اي شي شوف شايفتك عم تدخل اه الروحانيات اكتر عم بتطبق قانون الجذب يمكن عم تتعلم اه بهذا الفيلد عم بتكون بهاي الفترة بتحاول تكون او بتحاول تتعلم كتير كيف بيكون كيف بتكون القانون الجذب كيف الطاقة الكونية بتشتغل اه فعم بشوفك بتفوت في هاي الامور الروحانية كتير 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 يا برج القوس وهاي بالفعل رح يعني انت بحاجتها بالفعل هاي الامور فانا بشجعك على هذا الموضوع طبعا والوراء بشجعك رح تبلش دورة جديدة دورة كلاياتها خلينا نقول حيوية اخبار حلوة سايكل حلوة رح تنتهي يمكن من فترة الاكتئاب او او اللي اجوك ورا بعض ورا بعض كلاياتهم اه فبداية حلوة عم بقولك في بداية اما مع شخص معين او بشكل عام بداية اه جديدة في حياتك كرت كتير حلو اه بقولك في احلام او شغلات او امنيات انت كنت عم تحلم فيها وعم تتحقق هاي الفترة بس المطلوب منك اللي هي الطاقة الايجابية والتفاؤل وعدم السوداوية عدم التشاؤم اه يعني من هذا القبيل شكرا